لم أكن أريد أن أقولوا كلمتين دول بصراحة في يوم جميل زي هذا ومعاكم لكن يجب أن تعرفوا أن مصر كانت على المحك خلال الثلاث سنين الذين فاتوا وأرجو أن تفتكروا هذا كويس مصر كانت على المحك والناس الشر ما زالوا مصرين بقولكم حتى النهاردة الصبح حتى النهاردة الصبح ما فيش ما يعرفوش غير كده ما يعرفوش يبنوا ويعمروا هم يعرفوا يقتلوا ويخربوا ويدمروا لكن بعيد شعب مصر عايز يبنوا ويعمر أنا آخر كلمة أحاولها لكم يا شباب مصر أمن مصر واستقراره ومستقبله مش أنا بس اللي شاهله في الأبد احنا شاهلين كلنا مع بعض